اشتركوا في القناة ودلائل قوية ضد لعبة الكاف والجامعة المغربية ونشر الاتحاد الافريقي عبر الحساب الرسمي لدور ابطال افريقيا وكاس الكونفيدرالية منشورا اعلن من خلالها ان الزمالك تأهل الى نهاية كاس الكونفيدرالية ولم يقم الكاف بالامر ذاته الى حد هذه اللحظة مع ندي نهضة بركان ولا يزال مصير المباراة معلقا حتى الان ولم يعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف حتى الان تأهل فريق نهضة بركان واعتباره منتصرا على اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي كاس الكونفيدرالية الافريقية وذلك سواء عبر موقعه الرسمي او عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ما يعني ان تأهل نهضة بركان للنهائي كما تدعيه المواقع الاخبارية المغربية غير صحيح ومؤجل حتى يتم حل القضية على مستوى التاس وممكن جدا الغاء النتائج واعادة مبارتين نصف النهائي اشتركوا في القناة